لا يا محروس انا عارفة ومتأكدة بقولك ايه اصلا عرفيها نور جارتنا دي ستة مش مصبوطة وهي اللي مخططة لكل دكوة يسقوي ومن بدري كمان اصلي يعني ان شاء الله بيتناديك عشان تشوف المياه مش وصلالها ليه فوق لحد الخامس هو انت كنت سبك ولا كنت سبك هي الاولى انها كانت تقول لجزها او تخليه تصرف مش تناديلك وتاخلك عندها في الشقة كده لا 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 الموضوع ده ما يتسجدش عليه وانا لازم افضحها في العمارة كلها وخلي لما يشتري يتفرج عليها حسبي الله ونعمل وكيل فيك يا شيخة حرم عليك مالك يا نسري انا بس مش عارف انا عملتي ايه في حياتي عشان ربنا يبتليني ببالوة زيك وانا للمرة دي مش هسكتلي ولا هعدهالك كل اللي بتعملي ده ابدا مش هيعدي على خير عشان انت كده زودتيها فعلا الست نور جارتنا اللي بتتكلمي عنها دي في منتهى الادب والاحترام ما بتفكرش زي ما انت ما بتفكري كده ابدا هي سلام في منتهى الادب والاحترام لا حشحش الاحترام اللي بنقط منها يا راجل دي ست ما عندهاش رحة الدم بتكلمك كده عيني عينك قدام كل الناس والله يا هطلع دلوقتي اجبها لك من شعرها وافرج عليها الناس وقتها نسرين كانت منفعلة وفضلت تقول كلام قد كده على ست جارتها وتتهمها في شرفها اما محروس جزها فعمل اخر حاجة ممكن تتوقعها ومن هنا بتبدأ الحكاية ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يلا بينا نبدأ حكاية جديدة فعمارة في منطقة سكنية جديدة كانت قاعدة نسرين مع جزها وكانت بتشتكيله من بواب العمارة وساعتها قالت بقولك يا محروس اه يا اخويا الراجل اللي اسمه منصور بواب العمارة ده شكله كده راجل مش مزبوط ومش هيجيبها معايا لبرة ابدا ده انا خلاص هيقتي منه واحنا كمان اول اسبوع سكلينا امال بعد كده بقى ايه اللي هيحصل بالزبط يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم خير يا نسرين ايه اللي حصل عشان تقولي كده هو عم منصور عملك حاجة تضايقك ولا ايه لأ طبعا هو يقدر يعملي حاجة تضايقني طب ده انا كنت فرقت عليه العمارة كلها الراجل الصبح مدي ياله 200 جنيه عشان يجيب لي شوية طلبات هم شوية كده مش كتير يعني ايه كمان كتباله الطلبات كلها في ورقة عشان ما ينساش منهم حاجة لقيته يا اخويا غاب مدة وبعدها رجع وهو جايب لي نص الحاجة بس ولما بسأله هقال لي بقى الطلبات الاسعار غلت والفلوس يدوب كافت شوية الحاجات دول اما الباقي ملاقاش فلوس خيضة عشان يجيبه طب الزمة ده كلام هي الاسعار يعني اللي هاتغل من الاسبوع اللي فات لحد دلوقتي لا 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 الراجل ده بيارتصني وشايفني ده عصفي مفكر يعني انه يقدر يضحك علي بالكلمة اندوب اسعار اللي غل يديه هو طبعا اكيد لاها في القرشين في جيبه وقال يجيب لي شوية الطلبات دول وخلاص والباقي لا هم حروس لما سمع كلام مراته كده فضل يضرب كاف على كاف وقال وهو مستغرب لا حول ولا قوة إلا بالله بلاش سوق الظن في الناس يا نسري بلاش تتهم الراجل انه خد منك الفلوس لنفسه وانه عمل كده ما يمكن فعلا الاسعار غلق انت عارفة كل حاجة اليوم من دول بتغلى بين يوم وليلة ومش بس اسبوع لا ده كل ساعة الاسعار بتغلى ده ممكن تغلى من ديئة للتانية مفيش حاجة سابتة يا نسري ما لك يا راجل هو انت بتدفع عنه ليه دلوقتي يا محروس هو يعني كان من باية اهلك عشان نصق فيه الثقة العامية دي انا عارفة كويس انا عارفة كلامي يا راجل وعارفة بقولك ايه انا حتى قلت اديله المتين جنيه لاني عارفة ومتأكدة انه عايصد معه فلوس ده انا يا راجل كنت هدهاله بقشيش انما يرجع وهو جايب لي نص الحاجة وقللي الفلوس ما كفتش طب اسمعي بقى ايه نسري اسمعيني لما قلت انا عايز ايه عشان انا يا بنت الناس مش عايز مشاكل مع حد من الجرام ولا حد البواب احنا لسه جداد هنا ما تنسيش ان احنا نقلين اصلا من العمارة القديمة عشان المشاكل والحوارات اللي كنت بتعمليها مع الكل هناك مش عايزين يطلع علينا سمعة مش كويسة وقولوا علينا ان احنا بتوع مشاكل وحوارات عشان محدش هيرضى يسكننا عنده بعد كده فانا بقولك اهو لم تدور كده ويعقالي عشان ما تعمليش مشاكل وبعدين هو الراجل اكيد يعني ما خدش حاجة لنفسه اصله هيعمل كده ليه درج المحترق والكل بيشكر فيه بقى له سنين هنا شغال في العمارة محدش اشتكى منه وانا بقولك الكلام اللي سمعته من السكان اللي في العمارة مش اول مرة يعني حد يتعامل معي طب خلاص يا محروس انا غلطانا لك يا خويا هحط الجزمة في بقى واسكت عشان ترتاح بس بقى لما يبقى يقرطصنا بعد كده وغفلنا في فلوس وفلوس تبقى اكتر ما تبقاش تتكلم عشان هو دلوقت تلاقيه هيقول ان احنا سكيتنا وما تكلمناش وهيعرف اننا صدى سهلة هيزبط لنا بعد كده في فلوس اشترك الاسنسير فلوس الزبالة التنظيف كل حاجة بقى حتى الطلبات اللي هنخليه يشترها لنا هيقرطصنا في تمانها على فكرة انت لو فضلت تفكري بالطريقة دي وتشوق في كل اللي حواليك بالمنظر ده هتخسري كل الناس مش هتلاقي حد واحد بس يقف جنبك بطال اللي بتعملي ده يا نسي خلي عندك حسن ظن شوية بالناس عشان نيتك دي ممكن توديك في دهية هو في اي محروص هو انا عشان بقولك الحقيقة وبحكي لك كل اللي بيحصل تقولي الكلام ده يا راجل على فكرة بقى انا شكة كده من الراجل ده اللي اسمه منصور البواب حرامي والله اعلم بيعمل اهتني من ورانا مع بقية السكان لا حول ولا قوة الا بالله انت كمان وصلت بيكي الامور ان انت تتهم الراجل المحرامي وبياخد الفلوس من وراء السكان بقولك ايه انا خلاص حذرتك مرة وقلتلك ولو فضلت بنفس طريقتك دي يبقى زنبك على جنبك وانا دلوقتي خلاص دماغي صدعت من كلامك ده كله ايه الواحد عشان يقعد معاكي لازم له حبيتين اسبرين عشان استضاع فانا بقى مش ناقص حوارات عالصبح ومشوفي بتعملي ايه يا نسري وانسي الموضوع ده خالص وبعد كده لو مش عاجبك وبانزل انت يا خدي هاتي طلباتك لنفسك بدل ما تظن في النزة من السوق وتتهميهم بالباطل يعني تلاقي الراجل اصلا ندم انه راح جابلك حاجة من الاساس وقتها اما حروس مشي من قدام راتو انه كان متضايق جدا من كلامها وطريقتها في الكلام وظنها في الناس وانها دايما بتتهم اللي حواليها بالباطل وتشك فيهم اما نسرين كانت متضايقة بسبب معاملة جزء عليها وانه دايما برد عليها بالطريقة دي لما تيجي تتكلم معاه في اي موضوع او تشتكله من اي حد كانت شايفة انه واجب عليه يقف صفها وينصفها في الكلام عادة الايام وبعد حوالي شهر من سكنهم في العمارة الجديدة كانت نسرين في يوم بتخرج الزبالة من شاقتها وساعتها شافت جارتها اللي سكنة قدامهم وقفة مع راجل غريب كان مسك في ايده شونط واكياس وبيديهم ليها وهي كانت مصممة انه يدخل لكن قال لها انه مش فاضي وهيجي لها مرة تانية قال لها الكلمتين دول وسبعه ونزل على طول ساعتها نسرين فضلت تفكر مع نفسها وتقول يا ترى مين الراجل الغريب اللي كان واقف مع مدام رحمة بره ده مستحيل يكون جوزها عشان جوزها راجل كبير في السن وشكله مش كده خالص واكيد يعني مش حد من قريبها وإلا ما كانتش هتفضل مسك فيه كده وتخليه يدخل الشقة يكونش دراجل بيجي لها ولا حاجة ولا متصحبين لا 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 ايه بس اللي انت بتقوليه ده يا بنتي يا نسرين استغفر الله العظيم بصراحة ايه الواحد ماينفعش يفكر في حاجة زي كده برضه الله اعلم باللي في البيوت وربنا يصدر على وليانا وطبعا نسرين ما سكتتش على حاجة زي كده فضلت تفكر ودمغها تودي وتجي لأنها كانت عايزة تعرف من الراجل ده بالضبط وايه حكايته وكمان اعلقته بمدام رحمة عشان كده نزلت وقفت مع امرأة البواب وسألتها وقالت بقولك يا ام جمات انا عاوز اعرف بالضبط مدام رحمة دي عايشة لوحدها ولا جزها قاعد معاها اصل بصراحة كده انا شفت راجل غريب كان موجود قدام شاقتها ووقف بيتكلم معاها وانا قلت اكيد ده مش جزها عشان كنت شفت قبل كده جزها وهم راجعين من برا وشكله يعني راجل كبير في السن شوية بس استغربت قوي لما شفت الراجل اللي بقولك عليه ده كان عندها نازل من قدام شاقتها ياختي فقلت اسألك يمكن تكوني عارفة عنهم اي حاجة ساعتها استغربت المجمال من كلام نسرين وقالت لها وهي مش فاهمة اصدها ايه ايه الكلام ده بس يا مدام نسرين انا بجدت مش فاهمة انت بتتكلمي كده ليه عن مدام رحمة على فكرة دي سنت محترمة وفي قمة الزوق وبعدين الراجل اللي كان عندها ده يبقى اخوها هو بيجي لها كده من فترة للتانية عشان يتطمن عليها وهي فعلا نجوزها راجل كبير شوية في السن بس محترم جدا وفي حالهم قوي بس خير صحيح يعني كنت بتسألي عايزة حاجة ولا عايزة منهم حاجة قتكثفت نسرين جدا لما سمعت الكلام ده كان شكلها زي الزفت عشان كده قالت لمرأة البواب قطر الف خيرك يا مجمال انك فاهمتني يا حبابتي وانا اصفة يعني لو عطلتك ولا حاجة عالعموم انا ما كنتش أقصت حاجة يا أختي بس استغربتي لما لقيت واحد غريب نازل من عندها زي ما قلت لك كده بس كويس انك عرفتيني يلا بعد اذنك بقى لازم اطلع عشان سايب العيال لوحده وبعد ما قالت الكلام ده طلعت جاري على شقتها علشان كانت حاسة ان شكلها بقى وحش وما كانتش عايزة تتكلم اكتر من كده وطبعا هي كانت شكاكة بشكل ما يتوصفش لدركة انها بتشك في صحابة ايديها زي ما بقولوا كانت اي واحدة تشوفها بتتكلم مع واحد كانت بتفكر على طول انهم مرتبطين ولا حتى ماشيين مع بعض لانها كان عندها سقظن بالناس وبكل اللي حواليها ومرت الايام لحد ما جه شهر رمضان وطبعا الكل كان بيتعزم عند بعضه مادام نسرين كانت عايزة تعزم اهلها لكن اتفاجئت لما لقيت جزحة بقول بقول لك يا حبيبتي انا ماما لسه مكلماني من شوية وبتقول لي انها هتعزمنا عندها بكرة فانا بقول لك من دلوقتي عشان تعمل حسابك هنروح انا وانتي والعيال عشان اخواتي كلهم هيكونوا متجمعين عندها ان شاء الله وفكري بقى كده نجيب معانا ايه عشان ندخل عليهم بيه هو الله يا محروس انا بصراحة كنت عامل حسابي ان اعزم اهلي بكرة ولا بعده بالكتير لكن خلاص مفيش مشكلة احنا نروح عن دمك ونخلي عزومة اهلي بعدين وبالنسبة للحاجة اللي انت عايز نجيبها معانا احنا ممكن نجيب صنية حلويات ونجيب شوية بلح وحاجة سقعة يعني اقصد نجيب حاجات زي كده متنوعة عشان ما نبقاش واخدين حاجة كده حاجة واحدة يعني يا محروس خلاص تمام يا ستي ان شاء الله بكرة واحدة رايحين هنبقى نجيب الحاجات اللي انت قلت عليها دي معانا وفعلا تاني يوم راحك نسرين هيا وجوزها وكان معها عيالهم وهما رايحين في الطريق ووقفوا جابوا الحلويات والفكهة وجابوا معهم حاجة سقعة كمان وهناك اول ما وصلت عن دحمتها اتفاجئت لما لقيت سلاهيفها الاثنين قاعدين هما وجوزتهم وكمان لقيت اخت جوزها موجودة هي ولدها قربت على جوزها وقالت ايه دا يا محروس هما كلهم جم كده من امتى يعني طب ده انا توقعت ان احنا هنكون اول ناس جايين هما اخوتك يا اخويا وامرطاتهم بايتين هنا من امبرح ولا ايه لا واختك هي كمان اللي تعتبر في اخر الدنيا جاية هي وعيالها كده من بدري جاية تعمل ايه يا اخويا من بدري بصراحة ربنا انا ما بحبش اننا نكون متجمعين كلنا في مكان واحد ونقضي وقت طويل قاعدين وشينا في وشي بعض اتعصب عليها جزحة وقال ايه الكلام اللي انت بتقولي ده يا نسري هو انت سمع روحك بتقولي ايه يعني ايه يعني ان شاء الله مش عايز اخواتي يجو من بدري امال يعني هيجو على اخر لحظة قبل المغرب ولا ايه بقولك ايه اعودي سكتة ما تعمليش مشاكل عشان اليوم يعدي كده على خير وادخلي شوفوهم لو محتاجين اي مساعدة اوقفي معاهم في المطبخ واعمليلك اي حاجة طيب ماشي يا محروس مانا كنت لسه هدخل اهو ما تزعقش فيا يا اخويا كده ولا انت ما بتسدق هيحصل اي حاجة وخلاص عشان تتعصب علي وتزهر ساعتها كانت نسرين متضايقة جدا انها وصلت ولقتهم كلهم موجودين عشان كده تعتبر اتبست وهتعمل معاهم كل حاجة اول ما داخلت المطبخ كانت جايبة معاها الحلويات اللي جابوها وهم جايين وساعتها بصت لحمتها وقالت كل سنة وانت طيبة يا طن رمضان كريم عليكو يا رب بقولك صحيح انا كنت جايبة معايا طبق الحلويات ده وشوية فاكهة وحاجة ساعة بس حطت الحاجة الساعة والفاكهة في التلاجة اما الحلويات مش عارفة وديهم فين خد يا حاماتي شريهم في اي مكان دلوقتي عملنا المغرب يقزد ونبقى ناكل منهم بعد الفطار لكده بس يا حبيبتي كلفتي روحك لي يا نسرين ما الحمد لله يا بنتي الحلويات والفاكهة وكل حاجة موجودة وخل ربنا كتير على العموم ماشي يا حبيبتي كل سنة وانت طيبة ربنا يجعلها ايام مباركة علينا وعليكي نسرين قعدت تشتغل معهم في الطبيق وفي كل حاجة في البيت ما كانش في بالها ان الحلويات اللي حمتها اخرتها العيال الصغيرين قعدوا كلوحة يعتبروا خلصوا نصها وسبوا الباقي في العلبة زي ما هو وبعد ما خلصوا الفطار واكلوا قامت نسرين عشان تجيب الحلويات لكن اتفجأت لما فتحت العلبة ولقيت نصها متاكل ساعتها تفرست من الحركة دي وخرجت قلت لجوزها على جنب تعال يا محروس تعال يا محروس شوف اللي حصل شايف محروس انا لسه داخل عشان اجيب شوية حلويات ندقه لقيت لك العلبة نصها فاضي واكتر من نصها كمان طبعا تلاقي واحدة من مرتات اخواتك هي اللي خدت شوية الحلويات اللي نفسها فيهم ما نعرفاههم دايما يحبوا ياخدوا من اي حاجة نجايباها عشان يخلصوها على طول صدا محروس من اللي هو بيسمعه وقال لها وهو بيزغدها في جنبها ايه الكلام اللي انت بتقولي ده وقط صوتك خلاص يا حبولي يا حرم عليك انت عايزة كل اللي قاعدين يسمعه ويزعله ولا ايه وبعدين من اللي قالك ان حد من مرتات اخواتي هي اللي عملت كده مش يمكن يا ولية حد من العيال الصغيرين كلهم يا ولية فطرين بطلي بقى تشكي في الناس وتظلمهم يا شيخة احسن انا خلاص زهقت منك وجبت اخري يا سلام يا سلام يا خوية هم يعني العيال الصغيرين هيكلوا منها وخلصوها بالشكل ده لا طبعا لازم ان حيولويات دي اتاخدت بالايد واتشل منها في طبق على جنبها اصلا عارفة الحركات دي كويس وعارفة انها ما تطلعش غير من واحدة من سلايف الاثنين عشان هما الاثنين اصلا طماعين واعنيهم فرغة واقطع دراعي من هنا ما كانتش واحدة منهم هيا اللي عملت كده طب احودي بقى يا نسرين احودي سكتة ما تتكلمش خالص لحد ما نقوم نمشي عشان انت شكلت كده نقوي انك تفضحينا النهاردة هو طبعا نسرين ما سكتتش وفضلت تتكلم لحد ما الكل سمع وخد باله انها بتتكلم عن الحلويات وفي الوقت ده عارفت ان العيال الصغيرين هما اللي تجمعوا مع بعض واكلوا الحلويات دي وده حصل قبل الفطار لانه هما كانوش صايمين عشان كده استغلوا ان الكل مشغول واكلوا الحلويات من اغير محد يخدانه اما نسرين فعرف الدم اتأخر بعد ما عملت ملكة على الفاطي وبعد ما خلت شكلها هي وجزها وحش قوي قدام كل العيلة عشان كده ام حروص ورجع على بيت وهو والعيال كانت هي كمان رجع معايهم لكن كانت اعدمت ديقة وفي البيت دبت خناقة لرب السماء مع جزها اللي فضلي زعق فيها وقل لها يا شيخة حرامة لك بقى بطل العدل من اي يلا اللي فيك دي هو انت كده دايما تشكي في كل اللي حواليك وتظلميهم تعرفت قوليلي انت استفدت ايدي الوقتي لما عملت مشكلة وخلاص خلتي منظرنا زي الزفت قدام اخواتي واهلي في اي محروص عادي يعني انا كنت بسأ كنت عايز اعرف من اللي خد الحلويات اللي انا جايباها هو انا كده يعنب اغلطت في حاجة ولا كنت كفرت انا بس كنت عايز اعرف يعني مين اللي عمل كده هو في الاخر يا سيدي قد نعرفنا ان العيال الصغيرين هم اللي كلوها طب يا اختي يا رب تكون ارتحتي لما عملت كده يا نسرين كسفتنا قدام عيلتي كلها دلوقتي يقولوا علينا اي هانم جايبين الحاجة واحنا بصين فيها مش عايزين حد يكل منها وعملنا مشكلة وخلاص عشان شوية حلويات الله يكسفك يا شيخة زي ما انت كسفاني طول عمرك هو الله يا محروس انت اللي مكبر المواضيح هما محدش منهم اصلا بيفكر بالطريقة دي ولا حد قال عننا حاك انت اللي عملت الهصة دي كلها وخلتنا نروح واحنا متنكدين انا بجد مش عارف اعمل فيك ايه ايه يا ولية الشك اللي عندك ده على فكرة بقى كل اللي انت بتعمليه ده ميصيره في يوم يبقى ليه نهاية وانا ما اعتقدش ان النهاية دي هتبقى سعيدة طبعا سعيدها تخنقت كل عادة مع كسحة فضلوا ايام كتير ما بيتكلموش مع بعض لحد ما في يوم كان محروس راجح من الشغل وفي الوقت ده جارتهم اللي اسمها نور كانت ساكنة فوقهم على طول كانت بتناديله عايتها طلع يرد عليها وشوفها عايزة ايه واتفاجأ لما لقاها بتقوله معلش يا استاذ محروس انا كنت عايزة اطلب منك طلب لكن يا ريت يعني ترفع الحرج عني عشان تجد انا محرجة من حضرتك خير يا مادام نور اتفضل طلب اللي انت عايزة انا تحت امرك الامر لله واحد انا بس كنت عايزة حضرتك تتكلم مع البواب او تخليه شوف لنا حل في الموضوع ده الميا ما بتطلعش عندنا في الدور الخمس خالص مش فاهمة دي مشكلة من المطور ولا مشكلة في الصرف الصحي نفسه وبجد انا كلمته قبل كده كذا مرة وانا وجوزي كمان بس ما فيش اي استجابة بقول انه ما يعرفش سبب المشكلة دي طيب ما هي المشكلة دي برضو موجودة معكم من زمان ايه عن الميا ما بتطلعش ليكم بقالها مدة طويلة ولا يكونش الموضوع ده لسه مستجد لا امدا احنا بقالنا فترة طويلة في الموضوع ده ومش عارفين نوصل لأي حل معلش كنت عايزة اسألك هو انت عندكم في الدور الرابع ايه الميا بتوصل عادي ولا نفس المشكلة برضو لا احنا عندنا الميا تمام ما فيش اي مشكلة ولا حاجة الحمد لله بس حاضر هكلم البواب ان شاء الله واخليه يتصرف في الموضوع ده او حتى ممكن نجيب سببك كويس عشان يشوف المياه ما بتطلعش عندكم ليه وزبطها شكرا بجد يا استاذ محروص ربنا يبارك في حضرتك يا رب طبعا في الوقت ده مين اللي كانت واقفة وسامعة كل حاجة طبعا مادام نسري سمعت كل الحوار اللي ضار ما بين جارتهم وما بين جزعة عشان كده اول ما نزل من فوق على طول كانت واقفة له قدام باب الشقة سألته عن سبب وجوده فوق وهو قال لها اللي تقال بالزبط انما طبعا هي ما صدقتوش رغم انها سمعت كل حاجة بودانها اللي هيكلها الدود بس فضلت تعمل معا مشكلة وتقوله كلام وحش قوي عن جارتهم مادام نور قالت عنها كلام ما يصحش اتقال وسوقت سمعتها قدام كل الناس وطبعا الكلام ده كان بيحصل قدام باب الشقة واللي ما يشتري يتفرق وزي ما شفته كده جزعة فضل يزعق معاها ويتحسبن عليها وفي النهاية بسبب عصبيته وانفعاله في الكلام رمى عليها من الطلاق ساعت يا نسرين لما سمعت الكلام اتصدمت حست انها زي ما تكون بتحلم لكن اتفجأت اكتر لما لقيت جزها بيقول ادخلي للمهدومك للمهدومك دلوقتي حالا يا نسرين انت طالق ارجعي على بيت اهلك انا كمان بنفسي اللي هجا وديكي لحد بيت ابوكي عشان هقوله على كل اللي حصل هخلهم يبقوا عارفين كل حاجة عشان ما يتفجأوش لما يعرفوا مني او يعرفوا من برا هو انت هو انت بتطلقني بالسهولة دي ليه عادي كده يعني محروس انا يعني كنت عملتلك ايه ولا زنبي ايه اني بغيرة عليك مش عايزك تتكلم مع اي وحدة هنا في العمارة لا يا اختي دي مش غيرة يا هانة ده اسمه شك والغيرة المرضية دي بتتحول لشك فعلا مع الايام وانت خلاص وصلتي مرحلة معايا انك خلتيني مش طيقك اه لا طيق البيت المهم ادخلي يلا من زكان اعملي كل اللي قلتلك عليه لان مش هانت تهدومك عشان هودكي عند اهلك وهناك هيبقى لي كلام تاني معاهم وفعلا نسرين لم تهدومها وجوزها اخدها قدها عند اهلها اول ما اهلها عرفوا الخبر اتصدقوا واتكلمت امها وقالت هي نهارة ابيض هو ايه اللي حصل يا ابني بالزد ازاي اولاد تعملوا حاجة زي كده وتتطلقوا من غير حتى ما تعرفونا هو انت ازاي محروس تيرمي على ممرتك يا ابني من الطلاق كده هي الكلمة دي بالسهل يا ابني ولا خراب البيوت بقى عادي كده اسمعي حاجة اللي حصل بالزبط عشان تعرف انا اعملت كده ليه وتعرفي كمان انا طلقتها ليه الهانم بعد كل العشرة اللي ما بينها بتشكي فيها خلت شكلي زي الزفت قدام الناس في العمارة العمارة الجديدة اللي احنا اصلا نقلن فيها مخصوص عشان المشاكل اللي كانت عاملها قبل كده في البيت القديم بنتك بتشكي بطريقة مش طبيعية دي بتشكي يا شيخة في صابع ايديها عاملاني مشاكل مع اهلي ومع صحابي مع الجران اللي حوالينا دي وصلت بيها لدرجة انها هتتكلم وحش في عرض جارتنا ويتقول عنها كلام مش كويس انا طالع اتكلم مع الستة في موضوع مهم هي اصلا الستة كانت بتكلم معايا بكل احترام بتطلب مني اشوف المية ما بتطلعش عندهم ليه في الدور الخامس وقالت لاتكلم مع البواب عشان اخليه شوف لنحلي في المشكلة انما نسرين بنتك حاجة كبارت الموضوع وعملت مشكلة قد كده فضلت تتكلم عنها زي ما قلتلك تقول كلام تطير فيه رئاب ازاي بقى يا حاجة عايزة ناسكت بعد كل ده وبعدين دي كمان عاملاني مشاكل مع اهلي ميخليهم دايما واخدين عننا فكرة وحشة حرام عليكي ده حتى صحابي لما كانوا جايين لي في مرة وانا اروح عندهم تفضل تسألني رايح فين وجاي مني وهتروحوا فين بالزبط وهتعملوا ايه حقيقي حاجة الحياة مع واحدة شكاكة بالشكل ده بقت شفه مستحيلة ولا يمكن حد يكمل مع واحدة زي نسرين بنتك طب استهدى بالله يا ابني استهدى بالله كده هو واحدة واحدة يا ابني كل حاجة هتتحل ان شاء الله مفيش حاجة بتتحل بالعصبية والزحيق ده يا محروس يا ابني وانت لازم برضو يا ابني تكون قادر تتحكم في اعصابك اكتر من كده يا حبيبي خرابي البيوت مش بالساهل ده انتو ما بينكو تلات عيال ربنا يخليهم ليكم لازم تفكر تاني كويس علشان خطرهم وحتى لو هي فعلا غلطة وكل اللي هي بتعمله ده استفزك ويعصبك بس انت يا ابني لازم يبقى هامك على مصلحة عيالك عشان ما ينفعش انهم يتربوا من غير ام واب منفصلين ويبقى عايشين مع ابوهم مرة ولا مع امهم مرة كل ده يا ابني مشاكل بتحصل ما بين اتنين متجوزين كلها خلافات بتتحل بالهداوة انا عارف يا ابني انها غلطة لكن هاعد معيها ولك علي اخليها واحدة تانية خالص ما يحصلش ما بينكم المشاكل ده كلها تاني ساعتها محروس كان متدايق وكان شاي للحم وقال لحماته خلاصي حاجة انا هرجع على البيت دلوقتي خليها عندكم يومين تلاتة حضرة تكلميها وعقليها اعرفيها ان هي اللي بتعمله ده ما ينفعش اتعبن مش عشاني انا وبس لا عشان حياتها اللي جاية بعد كده انا لو لقيتها انها تغيرت بعد كده ممكن افكر ارجحها تاني ربنا يصلح لك الحال يابني اما نسرين قعدت مع امها وساعتها الام تحصبت عليها وقالت بتي يا نسرين انا كنت مسك نفسي بالعافية قدام جوزك لولا كده كنت قم تمسكتك من شعرف ورنتك علقة محترمة عشان يغتد فوق لنفسك واللي انت بتعمليه ده انت يا بتي من يومك وانت فيك الطبع المنيل ده بتشك في كل حاجة دايما مخونا كل اللي حواليكي ده انت يا بتي لو واحدة بتبص الجوزك بتقولي ده اكيد عنها منه وانها بصاله واللي عايزة تلغيه اما لو جوزك بص الوحدة يبقى كده بحبها هو اكيد ما بينهم حاجة انا يا ما قلتلك قبل كده لازم تتغيري وتغيري كمان طبع عشان يا بتي هيجي عليكي بالخراه هو قدكي شفت ياختي اللي حصل اهو جوزك طلائكي خيبة الامن انما انا تحيلت عليها عشان يديكي فرصة تانية عشان ترجعوا البعض تاني لازم يا بتي تتغيري زي ما بقولك كده بصي بقى يا ماما انا بصراحة مش هقدر اتغير عشان انا غصبا عني بغير على جوزي وكمان مش شايفة ان انا غلطانة اصلا لما اتدايق ولا اتكلم معاه في موقف زي كده هو لو بفكر شوية هيعرف ان انا بحبه واني بعمل كده من كتر حبي فيه انما هو بفصل ان ده شك وانا اصلا مش غلطانة في حاجة يبقى ايه المشكلة بقى يا بتي المشكلة انك مش شايفة ان انت عندك مشكلة اصلا يا نسري خليك كده دماغك ناشفة لحد ما تخسري جوزك للابد يا بتي يا بتي يكون في علمك هو دلوقتي سايبك يومين تتعلمي فيهم الادب وتعرف ان انت غلطانة وتعتزري له ساعتها ممكن يديلك فرصة تانية ورجعك البيت ورجعك على زمته تاني انما يغتي لو فضلتي منشفة دماغك بالشكل ده انسي انك ترجع له تاني او انك تعمر في بيت اصلا فضلت نسرين تفكر في كلام امها ورغم انها كانت شايفة انها عندها حق ومقتنعة فعلا بكلامها بس ما كانتش قادرة تغير من نفسها لان بعيدة عنكم يا جماعة الشك ده يعتبر مرض وهي المفروض كانت تتعالج منه فضلت تكابر وتعاند اكتر واكتر ما كانتش في نيتها انها تتغير انما جوزها ما قادرتش يرجع لها تاني وهي نفس اسلوبها كده لانه كان عارف انه هيعاني معها كتير اوي بعد كده لو كملوا مع بعض عشان كده قرر انهم ينفصلوا عن بعض بشكل رسمي وفعلا اطلقوا عند المأزون اما عيالهم كانوا عايشين مع ابوهم عشان العيال كانوا محبوا ابوهم اكتر من امهم كانوا مرتحين في العيشة عندهم وفي النهاية ندمت نسرين عشان حصت انها خسرت بيتها وجوزها وعيالها وخسرت كل حاجة فعلا فائت بس فائت متأخر قوي بعد ما كل حاجة راحت من ايديها ياريت محدش يعمل كده ابدا ولا يشوك في كل اللي حواليه هو يكره في الناس بالطريقة دي على الفاضي وعالمليان لو اي واحدة بتسمعني عندها صفة الشك بالزيادة زي نسرين تبطل الصفة دي فورا تحاول انها تقللها علشان الموضوع لما بزيد عن حده بيتقلب لضده مش وحش ابدا انت تبقى مصحفح كده وحاطت عيونك في وسط راسك وتتأكد مليون في المية من القدامك بسك نفس الوقت ما تشوكش فيه واتطلعه خاين حتى قدام نفسه لانك بكده كل الناس هتبعد عنك الغيرة لما بتبقى ظهر في مواقف مهينة بتبقى كويسة ده غير انها بكلها حدود لكن لما بتنقلب بالشكل ده وتوصل لمرحلة الشك بتبقى نهاية العلاقة وبتدمر كل حاجة وزي ما بقولوا شيء اللي بيتزيد عن حده بيتقلب لضده يا رب تكون الحكاية عجبتكم دمتم في حفظ الله